رصدت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نشاطات غير عادية في الأراضي السورية تؤشر على أن إيران تحاول فتح جبهة عسكرية ضد إسرائيل من ناحية الجولان هذه المعطيات تحدثت عنها قناة الآن الرابعة عشرة الإسرائيلية مؤكدة أن طهران تدفع القوات السورية إلى تلك الدائرة لقناعاتها أن جبهة قطاع غزة انهارت كليا وعلى إثر ذلك قالت القناة أن لواء الجبال التابع للجيش الإسرائيلي باشر مهمات جديدة بتقويض التهديدات القادمة من الجبهة السورية والسبب كما تقول التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية أن ثمت انتشارا واسعا لقوات موالية لإيران في المناطق الحدودية وقيل إن المئات من العناصر المقاتلة الموالية لإيران نقلوا من منطقة دير الزور وحمص وحلب لتعزيز القوات المتمركزة في جنوب سوريا وعملا بتوجهة طهران عززت ميليشيات إيران مواقعها في المناطق الحدودية مع إسرائيل من ناحية الجولان لسيما في القنيطرة ودرعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر